ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الاسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر القضيبية وفي بداية الاجتماع أكد المجلس على أهمية الاجتماع الرسمي الذي عقده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام الشقيقة مرحبا المجلس بنتائج زيارة ناجحة لجلالة سلطان بروناي دار السلام إلى مملكة البحرين وفي هذا الصدد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الوزراء كل فيما يخص بمتابعة تنفيذ ما جاء في مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بما يسهم في تطوير مستوى العلاقات الثنائية الطيبة وتعزيز التعاون الثنائي والشراكة الوطيدة بين البلدين الشقيقين بعدها رفع المجلس التهاني والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وسمو الرائد الركن بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بمناسبة إنهاء سموه بنجاح دورة القيادة والأركان المشتركة من جامعة المشاء البحرية الأمريكية في مدينة كوانتكو بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية كما هنأ المجلس كافة الضباط البحرينيين المتخرجين من دورات القيادة والأركان متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح وفي هذا الصدد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه على حرص ودعم جلالته المستمر لتطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف المجالات شاكرا سموه لأصحاب السمو والمعالي والسعادة من أفراد العائلة المالكة الكريمة والوزراء والمسؤولين وأبناء البحرين على مشاعرهم الطيبة بالتهنئة بهذه المناسبة ثم استعرض المجلس مستجدات تقييم المرحلة التجربية لبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية والتي أبرزت جدوى أهدافه الرامية إلى توفير وحدات بأسعار تلائم المستفيدين من البرامج التمويلية المستحدثة وعليه فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وتنفيذ ثمان مشاريع إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العامين 2023-2024 كما وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بإقامة الفعاليات والمعارض التي تسهم في التعريف بالخدمات والبرامج التمويلية الإسكانية بعد ذلك أدان المجلس واستنكر تعرض مقر سفارة مملكة البحرين ومنزل السفير في العاصمة السودانية الخرطوم للاقتحام والتخريب من قبل إحدى المجموعات المسلحة باعتباره انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي والاتفاقات الدبلوماسية مؤكدا أهمية وقف أعمال العنف والتخريب في جمهورية السودان الشقيقة وتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية والمنشآت المدنية بعدها قرر المجلس ميالي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بشأن تدشين خدمات جديدة ضمن المنصة الإلكترونية لخدمات التخطيط العمراني تخطيط حيث يأتي ذلك ضمن مبادرات عادة هندسة وأتمتة خدمات التخطيط العمراني بهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بشراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مساهمات واشتراكات مملكة البحرين في المنظمات الدولية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة الرياضة في جمهورية صربيا لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الرياضي وتبادل الخبرات في هذا الجانب مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة للتطوير العمراني مذكرة سعادة وزير الأشغال بشأن المرحلة الثانية من مشروع مبنى المجلس الوطني مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على أربعة اقتراحات براغبة مقدمة من مجلس النواب ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب المعالم والسعادة الوزراء بما يلي زيارة الرسمية لمعالم وزيرة الداخلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية المشاركة في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لمنظمة الأوبك وتحالف أوبيك بلاس المشاركة في الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية المشاركة في حفل بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في الدورة الثانية لجمعية موئل الأمم المتحدة تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المشاركة في الدورة السادسة عشر لحفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة تربوية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وختام العمليات التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022-2023 ترجمة نانسي قنقر